عبد الفتاح بولغرون شاب في قطاع التقافة حدث مرور بسيط فقده بصر عينه اليمنى رحلة طويلة بالجزائر وتونس وإسبانيا أخيرا كلفته ما يزيد عن نصف مليار بفضل ناس الخير في أماكن عدة ورغم تضامن الجمعيات ليزال رهان آخر عملية بعد أيام في إسبانيا على المحك كأداء جمعية ماذا بنا نضاموا مع هذا سياب الفتاح بها نكملوا له العملية تاعه اللي هي ما الوقت ما يسمحناش بها نخليوها للوديس إن شاء الله لازمنا نضاموا معه نتعرض لحد مرور بالجزائر الجزائر العاصمة ما هو السبب للمأساة هذه لكن الحالة نتاعت فاكمت في أكتوبر يعني كما يقولوا فقط البصر نتاعي خاصة العين اليومنات فقطها كامل في جوانا رجعت الكنترول تاعي وقالوا لي الوقت هداك لو كان ما تتحسنش عين كرانا نحيوها نقلعوها كامل لكن في جوان ما كدرش نتقبل أولا الكلام هذا ما كدرش نتقبله وعود تطلع للبرشلونة للعياد الباراكار عود تطلع تلتمه تعودوا لي الفحوصات كامل داروا لي لزاناليز داروا لي كلش قالوا لي لازم كعملية لازم نعود لك عملية عليها باش نحي راهي تعفنس إطار قدم الكثير لقطاع التقافة وجد نفسه تحت طائل الكراء وهاجسه أن يفقد البصر إلى الأبد باقي لأمل بسيط من الأمل باش نداول مرة هذه العمليات الثالثة كاش ما نلين بصر ولو بقاليل باش نشوف العيلة نتاعي نشوف ولداتي دروك موليز ما نفرقش حتى بين الإلاف وإنصاف ما قدرش نفرق بناتهم على عشر مترات ما قدرش نفرق بين بناتين ومدى بيا ندمن مدى بيا نشوف الزوجة نتاعي وربي يحفظها لي وربي يخليها لي إن شاء الله تشوفوا كراسي إن شاء الله راهي قيمة بالضور ضور كبير بالساف والحمد لله ربي يخليها لي إن شاء الله ويخلي لي ولداتي إن شاء الله لا شيء من حلم الأسرة والأصدقاء إلا حلما واحدا أن يبقى من أجل هذه الأسرة ولو بعين واحدة التي هي قرة عينه نتمنى من الشعب الجزائر عبر كامل القطر الوطني أن يقدموا له المساعدات كل مقدرة حسب قدراته ولو بالدعاء نجلها نداء باش تقدم لي يد الإعانة باش ندير العملية نتاعي وكما نقوله آمل وكل آمل فيها في ربي سبحانه وفي الوزير نتاعي وفي الناس اللي راه موحيطين بيا كامل أسبوع بقي عن موعده بعيادة متخصصة بإسبانيا وهاجس عبدالفتاح أن يعود ولو بعين واحدة ليلتحق بعمله وينير دربة بنتين بريئتين ويجفف دمع زوجة كل حلمها أن ينجل سطار الظلام تاركا نور الأيام اشتركوا في القناة